بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم. اما بعد. طلاب الغاليين اهلا وسهلا بكم. الفيديو ده خاص لطلاب تلتة سنة. لكن لو فيه طالب في قولها وتانية سنة وبيسمعوا حيستفيد منه برضو لانه افكار اوبين بوك والمنهج كله بقى اوبين بوك. السلسلة دي يا شباب بدأناها علشان نراجع ونفتكر مجموعة من الافكار اللي خدناها قبل كده. واللي احنا اكيد نسيناها. فتعالوا نفتكرها مع بعد. ده الفيديو رقم تلاتة في السلسلة وكل الفيديوهات موجودة في السلسلة. في بلاي لستس انا هنزلهم لك في الوصف. انزل عليهم وسمعهم. لو انت في تالتة سنة ويو عندك وقتي طبعا لسا فاضي كده وما شغلتش. ممكن تسمع سلسلة تريكات. هتلاقي فيها مجموعة جمل محترمة وفيه سلسلة اسمها جمل في الجول. اسمعها. هتفيدك. اه احنا دي ده الفيديو رقم تلاتة في السلسلة يعني فيه اتنين فيديو قبل كده هتلاقيهم برضو في القناة وهتلاقهم في الوصف. اول سؤال معي بيقول لي this team is suggested the final. طبعا التى دي هنا مفيدناها small. قبل ما احلل الجملة دي تعالى اما احكي لك قصة كده. كلمة suggest دي هي احتمالات. الاحتمال الاولاني انك انت بتستخدم كلمة suggest وتجيب بعدها الفعل مدفل ing. زي ما نقول مسلا I suggest I suggest مسلا eating mate مسلا. انا اخترح ان احنا ناكل لحم. ادي suggest وبعدها الفعل مدفل ing. الاحتمال التاني انك انت بتستخدم كلمة suggest وتجيب بعدها اسم او ضمير وبعدها لازم يكون الفعل في المصدر. بس تركز في كلمتين ما هقولك عليهم دول. ايا كان الاسم او ايا كان الضمير وايا كان الزمن. كده كده مصدر. يعني مسلا لما تقول لي علي. اه suggested suggested زت عمر. بلاي ولا بلايز لا هنستخدم بلاي برضو. طب يا مستر كلمة suggest هنا انت قلت لي suggested زمانها ماضي. مش المفيد الماضي هنستخدم بعد البلاي هقولك لا الفكرة بتاعت الموضوع ده انك انت لما تجيب suggest او ايا كان زمنها. وبعدها زت وجملة سليمة فلازم الفاعل ده ملوش تأثير على الفعل. احنا بنستخدم الفعل في المصدر دايما. طب نفترض ان بدل عمر دي اي تبقى بلاي بلاي بلاي. طب اماني بلاي. وشي بلاي. ده الاقتراح رقم اتنيني. باول اقتراح كده suggest او اول فكرة suggest بعدها الفعل ندفل ايا نجي. الفكرة التانية ان suggest لما نجيب بعدها اسم او ضمير فلازم الفعل يكون في المصدر. ايا كان الاسم او الضمير وايا كان الزمن. الاحتمال التابت معانا بقى انك تستخدم suggest المبني المجهول ودي لها نصين. انك تستخدم suggested to والفاعل في المصدر بس في هنا مشكلة. ان suggested دي كده مبنية للمجهول بمعنى يقترح. المصدر دي بيكون معناها معلوم. طب مش فهم حاجة هقولك انا. لما تيجي مسلا تقول لي علي. يعني علي يقترح يعني ان يساعد ان يساعدك. لو انت ركزت معايا كده هتلاقي ان هنا في الحتة دي بقول لك يعني يقترح. ده مبني المجهول. لكن هنا يعني ان يساعد. ده يبقى ده مبني المعلوم. طب كمان مثال عشان ما ننساش الحتة دي. لو انت عايز تقول اماني يقترح ان تأكل. يبقى انت هتقول اماني. اماني يقترح يبقى از. ولو عايز اخليها ماضي هقول ان تأكله يبقى والفعلة في المصدر يبقى يعني ان يأكله. دي الفكرة الاولانية. الفكرة رقم تلاتة. الفكرة الرقم اربعة ودي الاهم من ده كله. انك بتستخدم وبعدين وبعدين بس هنا كده ده مبني للمجهول. وبرضو مبني للمجهول. تب ديني مثال. عايز اقول لك مسلا احمد يقترح يقترح ان يؤخذ الى المدرسة. يقترح ده مبني للمجهول. ويؤخذ مبني للمجهول. يبقى انت هتقول بقى احمد احمد از لو انت قلت لي يبقى ان يأخذ. انا عايز اقول ان يؤخذ يبقى والباس اللي بارتسبه لي. يبقى براحة كده معي وتعلافة واحدة بواحدة. انا عايزك تعرف ان كلمة او الاحتمال بيجي بعدها الفاني اضاف له الاحتمال التاني ان كلمة اللي هي رقم اتنين لو هنجيب بعدها اسم او ضمير فلازم يكون الفعلة في المصدر. الاحتمال التالت انها بتكون نص مجهول ونص معلوم اللي هو كلمة اللي معناها طبعا هي المفروض تبقى مش يعني دي زي ما قلنا. اللي هي يقترح ان والمصدر. يقترح ان يأكل ان شرب ان يلعب يبقى المصدر. طيب بالتمال اللي بعد كده وده اللي اخبط شوية اللي هو وبعدين اللي معناها يقترح ان يفعل كذا. مجهول. دول كم احتمال? اربع احتمالات. طب ما تيجي نبص على جملتنا هنا. هذا الفريق يعني يقترحو. ده مجهول اهو ان 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 انت بص بالعربي بتقول ان يفوز. كلمة فوز دي معلوم ولا مجهول? ده معلوم. طيب مدامها معلوم يبقى انت عايز تول مصدر. مدامها معلوم يبقى تول مصدر فانت هتقول تول اللي هي دي. رقم سي. طيب امال امتى نستخدم لو انت ما عندكش مجهول لو قال لك بس من غير يبقى انت هتقول اي ان جي. اتمنى انها تكون واضحة. اه وعشان تكون واضحة هتديك كمان مثال عليها سريعا. كتبت لك شوية جمل ظهره قدامك. تعال هنحلهم وفقا للترجمة. دايما بقول لك حل وفقا للترجمة وانت ما تغرقش. بقول لك يعني هذا الكلب. دي معناها يقترح. يقترح. ولا تو فيد ولا تو بيفد. انت في العربي بتقول لي هذا الكلب ويقترح وان يطعم. يعني مجهول يبقى تو بي يبقى تو بيفد. طب ليه ما قولش فيدنج مستر مش سجست اي اني جي ما هو مدام قبل سجست الفرب تو بي. يبقى انت ما ينفعش تتخدم بعض اي اني جي. لما يكون يبقى انت عايز تو بي بصتبه او تو المستر. طب ليه ما انا اقولش فيد. تو فيد يعني ان يطعم. لو انت قلت لي. , يعني هذا الكلب يقترحوا ان يطعم. يعني هو اللي يقترح الناس فما ينفعش. دولنا التانية يتأكد. يعني هذا القاتل يعني يقترحو. عايزين كلمة اللي معناها وهذا القاتل يقترح ان يسجن ولا ان يسجن. يبقى اكد ان يسجنه. مجهول ولا معلوم؟ لا ده مجهول يبقى انا عايز تو. وبعدين بي وبعدين الباست بارتسفل. يبقى انت هتقول تو بي بريزند. لكن لو انت قلتلي زا بوليس مسلا. زا بوليس. البوليس. ازو الار يا مستر. لار البوليس دي ما نجمع. ار صد جس تد تو بريزن ولا تو بي بريزند ولا بريزنينج زا كيلر. اتكز انت معايا كده عشان انت تقول لي الاجابة. انت بتقول لي البوليس. يقترح وان يسجنا. يسجن يبقى ده معلوم يبقى كلمة على طول. يبقى يسجن يسجن لكن감을 ان يسجنه. الجملة دي تاني كده القاتل. يقترح وان يسجنه يبقى طب اللي بعدها البوليس يقترح يسجن يبقى عشان معلوم. طب اي يعني انا بقترح يبقى انت عايز بعدها عند فلاف انا بقترح ان احنا نعمل اي حاجة تانية. بالوناسبة دي اي حاجة فيها اي حاجة فيها جوب او اي حاجة فيها بناخد له او بناخدش طب الجملة الاخيرة بقى في الحتة بيقول لك زي يعني هما يعني يقترح ايه هما يقترح ان يدفع والان يدفع غرامة هما بيقترح ان هما يدفع يدفع يبقى ده ما ابني المعلوم يبقى زي المصدر يبقى ايه ادخل على الجملة اللي بعد كده انا عملت الجملة عشان اكد لك الفكرة اماني طب ما نجي لوحدة بواحدة كده وانترجم امستر عشان انا بطلق بصرح حضر يا فن امان ايه السجست دي يعني امان يقترح دي كده يقترح يقترح ان ايه كمديرة ان تعين ولا ان يتم تعينها يعني بالعربي كده ان تعين يعني كده معلومة اللي مجهول كده مجهول انت عايز مجهول يبقى انت عايز والباسطة بارتسبه يا مستر يبقى اللي هي دي بالمناسبة كلمة دي معناها يحدد موعد مع مع الدكتور او كده اللي منها كلمة اللي انت حافظها من ايام تلتة عدادي يعني موعد طيب بقى معناها يحدد ومعناها يعين شخص في وظيفة معينة فالجملة على بعضها يعني اماني يعني اماني اقترحوا كده معناها ان تعين ان هي توظف ان هي توظف اخوها معاها في الشكر ركز في الترجمة هي اللي بتحل قص يا سيدي صلى على رسول الله انت عندك اي حاجة من الحاجات اللي بيجي بعدها الفعل وضفل لما تكون في المعلوم بنجيب الفعل مضافل تب لما تكون في المجهول فاحنا بنستخدم ونت عارف ان في مسلامات ان اي حرف جر في الدنيا بيكون بعده الفعل مضافل مباشرة طيب من ضمن الحاجات اللي بيجي بعدها حرف جر بعدها آي ني جي دايما كلمة وزاوة وزاوة دي لازم بعدها يكون الفعل مضافلو بس ده في المعلوم طيب فيه المجهول موهور انت قلتلي مهما ده مجهول يبقى انت هتقول طيب انا هقولك وزاوة ايه انت عارف كلمة يعني يقاطع طيب انت بتقول انا احب ان اعمل دون ايه بواصلة اي شخص دون ان اقاطع والان اقاطع يبقى ان اقاطع معلومة ان مجهول لأ مجهول وما دون مجهول فانت عايز طيب بص انت ممكن تقولي انا عايز اهرب يعمل نقط مي ركز بها عشان تترجم وتحيل ولا بيينج في مشكلة ان وزاوة بيجي بعد اي انجي ما هي اي انجي اهي واي انجي هي الفايصل في الترجمة انا اريد ان اهرب دون ما الناس يروني كلمة يرى دي ما بني علي المعلوم يبقى ايه بالزبط اي انجي يبقى اي وانت تو اسكيب وزاوة بيبل سينجي وكان ممكن تقول اي وانت تو اسكيب وزاوة نقط وتسكت على كده انا اريد ان اهرب بدون ان ارى يبقى وزاوة بيينج والباسط من كلمة سين هي سين بيينج سين اي حد في الدنيا بيجي بعد اي انجي في المجهول بنقول طيب الجملة اللي بعد كده بيقول لك الحاجة اللي انا بحبهاش في عمر ان هو ولد ايه في مشكلة يا جماعة في اللغة العربية ان كلمة معناها جبان وكلمة برضو معناها جبان طيب ايه الفرق بالاتنين ودي المشكلة الفرق بالاتنين ان كلمة دي صفة لكن دي اسم شفاهم حاجة يعني عايز اقول لك انت راجل جبان انت رجل جبان فقول لك يو ار اا كاورد لي ما ينفعش اقول لك اكاورد من لأ ما ينفعش يبقى عايزك بتعرف كده انك انت بتستخدم كلمة بمعنى صفة وصفة بيجي بعدها اسم انت رقم واحد طيب احنا بقى في جملتنا هنا انت بتقول لي انا ما بحبش اه الحاجة اللي بحبش في عمر ده ان هو ولد جبان يبقى انت عايز صفة للاسم ده والصفة اللي هي كلمة كاورد لي طب عايزين مسال كمان لما تقول مسلا على سبيل مسال يعني هجوم جبان على دولتنا يبقى كلمة صفة للهجوم يبقى طيب عايزين كمان مسال على موضوع بقى خد مني الجملة دي هي ان هو سماني جبان هو سماني جبان لانني رفضت ان اقاتله هو كلمة كاورد ديت اللي هي هنا دي اسم ولا صفة لا دي اسم بدليل ان قبلها اه هو ينفع تقول لي اي ام اه هبي لا ما ينفعش الا ازا كنت انت هتقول اهابي بوي مسلا فعشان كده انت هنا في الجملة دي قلت لي هو قال علي ان انا جبان لانني رفضت انه قتله ما ينفعش نقول انها كاورد لي لازم تجيب بعدها اسم لانها كده صفة الجملة يا شباب رقم خمسة بقول لك سام بسألني حابب تشرب شاي ولا تشرب قهوة فرد عليه وقال له الموضوع بيعتمد على اللي انت هتشرب ولو انت هتشرب شاي هاشرب معاك قهوة هاشرب معاك الاجابة هنا ايه الفكرة يا مستر عايزك تعرف ان كلمة لا تأتي في المستمر سؤال ما فيوش كلام كتير اهو كلمة ما تجيش في المستمر ابدا طيب اي نوت جو هوم باي كور اه انا اذهب للمنزل بالسيارة ولا 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 عايزك تعرف ان كلمة بنجيب بعدها الفعلي في المصدر ولها حالات تانية بس مش هكتر لان المفروض الفيديو ما يعديش عشر داية وانا كترت عليه كده فهصرع شوية عارف انت لسابة جاهزة بيجي بعدها الفعلي في المصدر ده في حال الاثبات يا شباب طب انا عايزة خليها نفي عم فانت هتقول بقى ود راذر نوت وتجيب بعدها الفعلي في المصدر طب يا مستر مش ود دي فعلي ناقص فممكن نقول ودن راذر والمصدر وخلاص هنروح انا اجيب لك القلم الاحمر وقول لك ان دي غلط 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 او عتعملها ما ينفعش نقول ودن راذر مش حاجة اسمها ودن راذر اسمها ود راذر وبعدين نوت فعشان كده الاجابة هنا هتبقى ود راذر نوت طب ما هي ود راذر نوت اهي بس هنا في تو واحنا متفقين ان ود راذر والمصدر مش ود راذر نوت والمصدر اختها التانية بالمناسبة مش هادر على نفسي يعني حاجة اسمها وبعدها الفعل في المصدر طب النفي بتاعها اسمها هاد بيتر نوت والفعل في المصدر برضو طيب السؤال اللي بعد كده اي هاف نايس فلات انا عندي شقة لطيفة ده معناها انايس فلات از هاد واللي از اوند باي مين الفكرة يعمل حاجة ان الفعل هاف لو معناه يمتلك لا يأتي في المستمر ولا يأتي في المبنى المجهول طيب في المبنى طبعا هو في المستمر ماروش حل ما يجيش مستمر اطلاق انت في المجهول يا مستر جملة زي دي انا عندي شقة جديد عايز اقولي الشقة تمتلكه بواسيتي قالك تحزف كلمة وتستخدم مكانها كلمة فتبقى او انايس فلات از اوند باي مين طب لو انت بتقول مسلا هو عنده هتعملها الزبا هتقول لي از اوند باي هم لاحظ اللي الموضوع ده ان كلمة از اوند يعني تمتلك وانا خدت از ما خدتش ووز لاني هاز مضارع اللي بعد كده قبل ما احل الجملة عايزك تعرف ان بي بتساوي جت حلو الكلام بس بشرط بشرط تكون مناسبة للفاعل وللزمن يعني ايه دي كده ما تنفعش لان الاي ما ناخدش معاها بناخد معاها ووز بنرجع لجملتنا بقى اللي هو جاري مفرد ولا جامع لا ده مفرد فما نفعش نقول طب معناها قبضة على وانت بتقول لي جاري قبضة عليه بسبب السرقة طيب ما انت باقي معاك ومعاك بصابعة فقلتلك لازم يكون مناسب للفاعل وللزمن هو الفاعل مين جاري فلو انت هتاخد فهتقول لي المفروض او انت تستخدم كلمة هو في الاختيارات مديني بي وجوت طبعا بي دي ما تنفعش لازم نصرف بي فناخد منها ووز عشان الجار مفرد وكنا قلنا ووز دي بقى الاعجابة اصبحت جوت ارستد طيب عايزك تفهم ان بي ارستد وجوت ارستد جيت ارستد لتنين يرفعه بس في المضارع بنغد امو از وار ارستد والماضي ووز ووير ارستد هنا جيت او جوت ولو مضارع اخر اس نقول جيتس طيب الجملة التسعة القبل اللي اخير استحمل معلش منا از ايه انتلجينت اوف تو سيسترز طيب عايزك تفهم حاجة ان انت عندك في الصفات صفة مقارنة والمقارنة دي بتكون بين اثنين فقط وعايز اكتبها لك كده شعار ما ينفعش نعمل تفضيل بين اتنين اتنين ما فيش بينهم تفضيل الاتنين بينهم بس مقارنة فتقول لي احمد اطول من عمر وعمر اقصر من سامي وهكذا طيب انت بتقول لي بقى منا هي الايه الايه زكاء من بين اتنين اخواتهم مكان واحدة اتنين يبقى دي اسمها بالعربي كده مقارنة وبالتالي انت بتعمل مقارنة والمقارنة يعني المفروض نقول زا مور ازاي مستر انت بتقول لي زا وجبتلي بعدها مور ده على كده انت ممكن تقول لي زا طولر اه ممكن اقول لك زا بجر برضو عادي المفروض ان انت بتستخدم دول لما تكون بيتكلم على الحاجتين بمعنى انا ماسك اه انا ماسك قدامي عربيتين اتنين فقول لك العربية دي هي الاحدث من بين السيارتين فقول لك السيارة دي ده معناها ان هي الاكسر حداثة من بين العربيتين وكونوهم اتنين فانت بتعمل مقارنة ماينفعش تفضيل طب ايه المشكلة ان انا اقول لك ده معنا انك انت عملت تفضيل بين سيارتين وده غلط يبقى انا عايزك تفهم ان احنا اخدنا هنا لان دي صغة مقارنة طب اللي عارفك انها مقارنة مؤلق تو وعايدك تعرف ان رايما اللي مايقول لك او او ان زاتو يعرف انها دايما مقارنة نجوم للاخرية العشرة قبل محل عايزك تعرف ان كلمة دي صفة وزرف زيها بالزبط يا شباب كلمة صفة وزرف طب ما نعرف يا صفة ولا زرف من ين انت لازم تقرأ والترجم انت بتقول السيارة السريعة دي صفة للسيارة يعني تمشي بسرعة السرعة صفة دي المشي يبقى ده كده ظرف ما هو انت عارف ان الظرف عبارة عن كلمة تصف الفعل اخدنا الكلام ده كده كويس في وهنشتروح تاني السنة طبعا عشان يبقى توزج كده يعني فكلمة اللي تحتها خط دي تعتبر ظرف والزرف اسمه اللي هو ده وبالمناسبة هما ليه سمو لان هو صفة للفعل فكلمة اختصار وبعدين عندك يبقى صفة للفعل وبكده خلصنا النهاردة فيديو ده الفيديو ده تمنتاشر دي هتطول شوية معلش اعزروني انا اسف طول تعليقه يا ريت متساش تعمل لايك للفيديو وتعرف زي ما لك على القناة ودعموا القناة علشان ننتشر اكثر انا بنزل فيديوهات كل اه فترة طويلة شوية علشان احنا لسه في الاجازة ولكن ايام الدراسة هيكون في انطباط اكيد او مش ايام الدراسة اسبوع واحد بس كده ونبدأ الحرب الدروس مع بعض اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم محطلة على وبركة